بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات لنستكمل حديثنا حول برنامج NS Basic تحدثنا في السابق على التدريب الرابع واليوم إن شاء الله سوف نتحدث على التدريب الخامس حول الموضوعات التالية سوف نقوم بمراجعة أداة الإدخال الريديو بوتون وسوف نتعرف على أداة الهيدر بار وتصميم شاشات تطبيق المسابقة الثقافية سوف نقوم بتصميم الشاشات الثلاثة سوية بالإضافة إلى كتابة الأوامر البرمجية لها وتجربة التطبيق وطرق الحفظ والنشر فتابعوا معي هذا الشرح هذا البرنامج هذه واجهة البرنامج NS Basic تعرفتم في السابق حول مواضيع هذا البرنامج وتعرفنا على العديد من الأدوات واليوم بإذن الله سوف نتعرف على كيفية تصميم الشاشات للمسابقة الثقافية ويضا سوف نقوم بإضافة الكود البرمجي لهذه الشاشات بداية سوف نقوم بإضافة ومراجعة الريديو بوتون اللي هو أداة الريديو بوتون للمسابقة الثقافية وبداية سوف نقوم بإنشاء ثلاث شاشات لدينا في الشاشة الأولى سوف نتعرف سوية عن ماذا نريد أن ننفذ بداية من أداة الليبل نقوم بإضافة أداة الليبل ومن هذه الأداة نقوم باستخدام وتحديد العنوان للمسابقة الثقافية طلب مننا في المسابقة الثقافية بداية أن نقوم بوضع السؤال عن طريق أداة الليبل كما تعرفون وكما تعرفت في السابق أن كل أداة نقوم بإضافتها نستطيع التحكم في الخصائص الموجودة في مربع الخصائص كما تشاهدون في أسار الشاشة فهنا مجموعة من الخصائص سوف نقوم بتغيير المسمى للليبل من خلال أحد هذه الخصائص نتجه إلى ونقوم بإضافة السؤال للمسابقة كما هو موجود لديكم في التدريب كم عدد صور القرآن الكريم نقوم بكتابة كم عدد صور القرآن الكريم تقومون بإضافتها عن طريق الخصائص الموجودة ويتم إضافتها بشكل تلقائي عند النقر على إنتر وبإمكانك التحكم بوضع المكان المناسب لهذه الأداء بعدما نقوم بإضافة أدات الليبل باستخدام أدات الريديو بوتون من قائمة الأدوات الموجودة في التول بوكس أدات الريديو بوتون كما تشاهدون هذه الأداء نقوم بسحب هذه الأداء وإضافتها إلى العمل للفورم الأول كما هو موجود في التدريب لديكم نود إضافة بعض الاختيارات لهذه الأداء بداية عند إضافة هذه الأداء سوف نتوجه إلى مربع الخصائص ونقوم بتعديل بعض الخصائص على سبيل المثال بالنسبة للهيدر لا نحتاج إلى هيدر لأن الهيدر موجود والعنوان موجود لدينا مسبقا نقوم بمسح الهيدر بشكل كامل بعد ذلك سوف نقوم بإضافة مجموعة من الاختيارات نقوم بالضغط على items من خلال الخاصية items نتجه والثلاث نقط الموجودة نقوم بالنقر عليها ويظهر لنا مربع نضيف فيه الثلاث اختيارات أو أربع اختيارات الموجودة كما هو موضح لكم في الشكل ثلاثة خمسة واحد في الكتاب نقوم بمسح الثلاث اختيارات الموجودة ونقوم بإضافة الاختيارات الموجودة لدينا على سبيل المثال 113 عند النقر على enter يقوم بإضافة الاختيار الثاني كل سطر يحتوي على اختيار 114 115 116 عند النقر على موافق أو تطبيق يتم إنشاء الاختيارات كما تشاهدون أمامكم تم إنشاء الاختيارات لهذا السؤال أيضا نكمل على بقية الصفحات لدينا نقوم بصفحة تالية نقوم بإنشاء أداة اللابل وإنشاء السؤال الثاني للمسابقة الثقافية باختيار من الخاصية الموجودة عند التحديد على هذه الأداة نذهب لتغيير تيكست كونتينت ونقوم بإضافة السؤال الذي يليه من أول من أسلم من الرجال من أول من أسلم من الرجال وبكذا عن طريق الضغط على أنتر يتم إضافة العبارة عن طريق التكست كونتك وتقوم بتحريك هذه العبارة عن طريق المؤشر بتحريك في المكان المناسب ومن ثم نضيف الريديو بوتون من خلال التول بوكس قائمة الأدوات كما تشاهدون تمت إضافتها وبنفس الطريقة نتجه إلى مربع الخصائص ونقوم بتعديل الخاصية كما تعرفنا سابقا نقوم بإزالة الهيدر ونقوم بإضافة الأيتم الموجودة لدينا كما هو في التدريب لديكم لدينا مجموعة من الأيتم نقوم بإضافتها الاختيار الأول للسؤال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والاختيار الثاني عمر بن الخطاب والاختيار الثالث عثمان بن عفان عثمان بن عفان والاختيار الرابع نقوم بإضافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا هذه الاختيارات كما تشاهدون عند إضافتها نقوم بالنقر على الموافق وتضاف هذه الاختيارات لهذا السؤال كما تشاهدون أمامكم نذهب الآن للاتجاه إلى السؤال الثالث أو الصفحة الثالثة لدينا من الاختبارات ونقوم بإضافة كما تعلمنا سابقا إضافة الليبل المطلوب والاتجاه إلى الخاصية تيكست كونتنت ونقوم باستبدالها كما هو موجود في التمرين لديكم في الكتاب بإضافة الفقرة المطلوبة لديكم وهي متى وقعت غزوة أحد نقوم باختيار على الخاصية ونقوم بإضافة متى وقعت غزوة أحد بعد ذلك كما تعرفنا سابقا نقوم بتحديد المسار أو الموقع المناسب ثم نتجه إلى أداة الريديو بوتهم ونقوم بإضافة الأداة وبنفس الطريقة نقوم بنفس الخطوات ووضع الاختيارات المناسبة الهيدر لا نحتاج إليه ونقوم بالآيتمز بإضافة الاختيارات الموجودة كما هو موجود في المثال لديكم الاختيارات لدينا بداية واحد للهجرة اثنين للهجرة وثلاثة وأربعة للهجرة وبكذا أضفنا الاختيارات الأربعة للسؤال التالي نقوم بوضع المحاذاة المناسبة للسؤال ومن ثم الآن نتجه إلى إضافة الخاصية الجديدة التي نحتاجها قبل ذلك نقوم بإضافة الكود البرمجي دعونا نقوم بإضافة الأكواد البرمجية لهذه الصفحات ليتم العمل عليها نظر الوقت سوف أقوم بإضافتها عند النقر للكود البرمجي كما تعرفتم في الدرس السابق النقر المزدوج على الخاصية نقوم بعد ذلك إضافة الكود البرمجي المناسب لهذه الخاصية قمت بتجهيزها مسبقا هذه الخاصية أو الكود البرمجي لهذه الخاصية طبعا معنى الكود البرمجي عند النقر على الاختيارات إذا كان الاختيار القيمة تساوي 2 ثم أعطي الإجابة الصحيحة يعني إذا كانت القيمة المختارة إذا حدد الإختيار الثاني فيكون إجابة صحيحة غير ذلك أعطي رسالة حاول مرة أخرى والإجابة خاطئة وبكذا تتم عملية الكود البرمجي نذهب إلى السؤال الذي يليه وأيضا بنفس الطريقة نضيف الكود البرمجي الخاص في الفورم الثاني لدينا في الكود الخاص للكود البرمجي الثاني لدينا بنفس الطريقة نقوم بإضافة الكود البرمجي والكود البرمجي للفورم الثالث نقوم بإضافة الكود البرمجي للفورم الثالث عند النقر المزدوج نقوم بإضافة الكود البرمجي للفورم الثالث الآن سوف نتعرف على طريقة التنقل بين هذه الصفحات يتم التنقل عن طريقة أحد الأدوات الموجودة في قائمة الأدوات وهي أداة الهيدر بار أداة الهيدر بار تعطيك صلاحية للتحكم بين الصفحات على سبيل المثال عند إضافة الهيدر بار من قائمة الأدوات يتم التحكم عند النقر على هذه الأداة نحتاج أن نغير المسمى للتايتل خاصية التايتل لنضع المسابقة الثقافية المسابقة الثقافية كذا تم تغيير المسابقة الثقافية للمسمى التالي كما تشاهدون أمامكم تم تغيير وبنفس الفكرة نقوم إضافة نفس الأداة الهيدر بار لتعطينا ميزة التنقل بين الصفحات بنفس الطريقة نقوم بالتوجه للهيدر بار وإضافة المسابقة الثقافية كما تشاهدون ويتم إضافتها بشكل تلقائي من قائمة الأدوات هيدر بار نقوم بإضافة هذه الأداة للاستفادة منها بنفس الطريقة المسابقة الثقافية ميزة هذه الأداة أنها تعطينا تنقل بين الصفحات كما تشاهدون بإمكانك أيضا تغيير الرايت والليفت من خلال النقر على أحد على الأداة ومن ثم توجه إلى هذه الأيقونات وتحديد النام الإسم على سبيل المثال تقوم بوضع التالي يتم تغييرها إلى التالي أو بالنسبة لاختيار الليفت تقوم السابق بنفس الطريقة لأدواء الاختيارات الثانية لتحديد هذه الأداة للتالي والسابق عند تنفيذ العمل للمشروع من خلال هذه الأداة يتم تنفيذ العمل وسوف يعمل البرنامج بشكل تلقائي لتحديد هذه الاختيارات سوف تظهر لك الصفحة الأولى تقوم بالاختيار المناسب برمجيا كما ذكرنا أنه عند الاختيار الثاني يتم الإجابة صحيحة إذا غير ذلك يكون إجابة خاطئة وتظهر لك الرسالة أيضا يعطيك مجال أنك تتنقل بين التالي والسابق للعمل الحالي للمسابقة الثقافية هذه فكرة بالنسبة لهذه الأداة التي تعرفنا عليها اليوم وهي أداة الهيدر بار تعطيك صلاحية للانتقال بين الفورمز الموجودة لديك إذا كان لديك أكثر من فورمز بإمكانك التحكم أيضا إذا كان لديك الفورمز الأول بإمكانك التحكم من هذه الخصائص في أي زر تريد الانتقال عند التوجه عند النقرة على هذه الأداة تتوجه إلى تحديد بالنسبة للفت والرائت السابق تحدد هل تريد أن تفعل هذه الأداة؟ هل تريد الانتقال فعليا؟ أو عدم إضافة أي شيء تكون فارغة فقط الزر الوحيد يعمل؟ أيضا بإمكانك استخدام أحد الأشكال الموجودة إذا أردت أن تضع شكل معين للواجهة الرئيسية للانتقال إلى زر معين بإمكانك استخدام هذه الأيقونات الموجودة والمدمجة في البرنامج وبكذا تعرفنا على هذه الأداة اليوم أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم اللي تعرفنا عليه كيف إضافة المسابقة الثقافية من ناحية استخدام أداة الليبل استخدام الريوديوبوتوم واستخدام الهيدر بار كل هذه الأدوات تعطينا ميزة للتنقل بين الصفحات وميزة للاختيارات وميزة لوضع نص لهذه المسابقة بالإضافة لديك بإمكانك وضع خصائص أخرى بالنسبة للفورم الأساسي من ناحية التغيير الخلفية كما تعرفتم سابقا أو وضع لون معين للبرنامج الخاص فيك هذا بالنسبة لشرحنا اليوم أتمنى أنكم استفدتم منه وبكذا تعرفنا اليوم على البرنامج هذا بالنسبة لهذا البرنامج تعرفنا على هذه الأدوات الثلاث إن شاء الله في مستقبلا سوف نتعرف على الأدوات الأخرى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد